التنمية الاجتماعية تستدعي مخالفين على خلفية استخدام حسابات بنكية خاصة لجمع المال من الجمهور ما يعد مخالفاً للائحة شروط وقواعد منح تراخيص جمع المال للأعمال الخيرية نفذ قسم الكشافة والمرشدات بتعليمية الوسطى الدورة المتقدمة لتأهيل القيادات الكشفية والإرشادية للحصول على الشارة الخشابية بمركز التدريب بالدقم والتي استمرت لمدة أسبوع كلية الخلي تشكل فريق عمل لدراسة احتياجات عالم الأعمال من الخريجين بهدف تطوير خدماتها ورفع كفاءات خريجيها لتتناسب مع تطلعات سوق العمل في ظل التحديات الحالية بالقطاع الخاص حماية المستهلك بالمزيونة تثلف كميات من المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها من الكماليات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس اشتركوا في القناة